اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ذلي اني همم مطين بالموقع مطين ارقام ولكن انا اعداداتي اعداداتي خاصة بي حتى على السكربتات اللي ان شاء الله اصنح لكم للرينبو سيكس لازم تتخذ بيها هاي الاعدادات على مود السكربتات اللي حصنحها وكي تتلوانم على هاي الاعدادات عارفين شون يا شباب على مود لا انت تلعب على اعدادات وانا اصنع السيكريبتات على هاي الاعدادات وبعدين تستخدم اعداداتك والسيكريبت ميجي اياك مضبوط بس اعدادات اللعبة اما زيمي بيكس لا مجرد زيمي بيكس اللي هي قوة ضبط اعداداتك بالكيبورد وضبط اعداداتك ايضا بالموز يعني تطسرع ملا شغلة للزيم بس ولكن الاعدادات اللي داخل اللعبة لازم تضبطها مثل مؤاني مضبطها على مود السيكريبتات اللي راح اصنحها بالجديد اللي هي على كل الشخصية راح تكون سيكريبتات فلازم تاخذ بهاي الاعدادات هنا نتخلي عشرين على عشرين اللي هي الديتزون ونرجع لواره نشوفكم نرجع على الأولى قبل الاخيرة هنا هنانا تخلي مية هنانا هم تخلي مية هنا تخلي مية يعني دين pastors تفولهن وتروح للاخيرة هنا للاخيرة مثل ما قلت لكم عشرين وعشرين هنا الفوق همية على مية اوكي هسا رح ننتقلان وياك للبرنامج ان شاء الله هذا البرنامج امامكم رح اشوفكم هسا الاعدادات اللي انا استخدمه بالهيب هذا الهيب معناته الكاميرا من تاخذ يمين يسار مثل ما تشوفون بالشاشة الخلف من اللعبة هذين هاي الاعدادات الهيب اللي هي تاخذ يمين يسار من تحرك الكاميرا بدون ضغطة ال L2 بدون هالضغطة يعني مجرد بس هاي تشوف الحركة بين اليمين واليسار هاي انا بالنسبة الي خالها 180 اما نفتح الصفحة الثانية هاي اهنا اشخال من مخططاني هذا المخطط وهاي الاعدادات رح تلقاها بالوصف تاخذين وراح تشوف الاعدادات شون منتازة هذا المخطط اللي انا نسوي حاليا هذا المخطط بعد اسبوع كامل انا اجرب اجرب ارقام اجرب ارقام هذين هسا ما رح تشوفه تقدامك اي ارقام ولكن ارقام وين رح تروح رح تروح بطن المخطط رح تحفظ بطن المخطط اوكي نطلع من المخطط هذا ما تحس به انه الا منتخذ الاعدادات اه وتخليه على القطعماتك اللي زي ما بيك ستحس بوجوده هذا شون مرة منتاز يعني اه هسا هذا المخطط هنا هاذا هو الخيار تخليه على ما هو ستندر اوكي هنا هاذا الخيار بين الارقام اللي يمشل عليها هذا السموثينج اه تخلي صفر هنا الواي والأكس تخلي واحد بوينت صفرين والجوال الخيار تخلي واحد بوينت صفر والبوسست تخلي مئة وخمسين وهنانا الاعدادات هي بلادية تجي اللي هو دابلو والدي والأي يعني ها الاعدادات تجي كاملة هو برنامج يسوي لك اياها المهم هنا تخلي ثلاثين يا صاحبي لا تنسى هذا الرقم تخلي ثلاثين هنا وايضا هاي الاعدادات مثل ما تشوف اللي هنا هذان الازرار انت تعينهن انت تعينهن اوكي هنا عندك الـ R21T تخلي الـ L21T تخلي الـ R31T تخلي الـ L3 ملك شرب هاي الاعدادات اللي انا خالها واذا انت حاب تقلد اعداداتها بزارة فهذا الشي راجع لك انه تضبط الازرار اللي انت تريدها اوكي هنانا التجاهات اليمين واليسار والاوبشن مثل ما انا خالها اوكي هنانا ثلاث نقاط اللي هي اخر شي جوا الـ F الـ F1 الدوسعة اللي هي رح تطلع لك هاي الكتابة تأخذها بالتجاه الايمين، رح تطلع لك ازرار اضافية اختصار يعني مثلا عندك مثلا عيسى مثال، عندك المثلث نقول هنا المثلث شي فانوا هين خالها可以 Viktor 2 ولكن بالصفحة الرئيسية نرجع للصفحة الرئيسية والسطاندر شوفوا المثلث هون خاله steel بالراولة اوكي انا خال مثلث بالراولة ولو خال ترجع للصفحة الثانية لتطبيق ازرار الثانية markets خال مثلث ايضا قريب اليهم بالثانين أخاف يعني دورات يعني أنا دا وصل لك فت فكرة ملك شاء الله يعني بالفكرة ملك شاء الله باللي هاي الإعدادات ماتي الفكرة خلي بالبالك بالفكرة أنا خان مثلث بالرقم اثنين وخان مثلث بالرولة اللي هي بالموس تقدر تختصر يعني مثلاً اكو شالات بالموس اكو زرار تتعينها أو تقدر نفس الموس تقدر هماتين تجيب همك خليبه يصير عندك بالكيبورد وهكذا يعني أنت تبقى بعد يمك تختصر على الزرار اللي موجود هنا أيضاً نزلي جوه نخلي نفس ماهن موجودات أوكي هنا هماتين نشوف نفس اللي موجود هنا ما تخلي ايشي هنا ايشي ما تخلي هنا نفس ماهن موجودات 20 على 20 هنا الأرقام اللي موجودة أيضاً رح ننتقل هسا ان شاء الله للصفحة الثانية واللي هي خاصة بالل 2 هاي الصفحة هاي الصفحة اللي مثل ما اللي شوفوها هاي خاصة بالل 2 يعني شون رح شوفكم هسا بخلف الزين مثل ما اللي شوفوها هاي ال L2 هاي سرعة ال L2 أنا ضغط L2 السرعة اللي خالها هان شقيت خال 90 وهي الحركة اللي اللي خليناها داخل الاعدادات مال اللعبة طبعاً رح نفتح هسا الإعدادات الإضافية اللي هي مال التسعين طبعاً مخطط همتين أنا خليت مخطط قلت لكم أسبوع كامل أنا اشتر على مخططات 2 حق ريمبو سيكس للثبات للسكريبتات اللي أنا صنعتها يعني أنا صنعت السكريبتات على كل شخصية ولكن أطلب من عندك أترجعك رجائي يعني خوي لازم تأخذ هاي الاعدادات يعني السكريبتات اللي موجودة رح تشتغل على هذه المخططات وعلى هذه الاعدادات إن شاء الله هنا مخطط مثل ما شفتو هذا المخطط مثل ما تشوفون هنا محفوظ هنا تخلي على آخر خيار مثل ما تشوف على هذا آخر خيار تخليه هنا هذا الرقم السموثنج تخلي 20 والجوة 1.02 اللي هي الواي والأكس هاي ما تحركة الكاميرا الفوق وتجوة وأيضاً تخلي 2.0 هذا الخيار إن شاء الله والبوسست تخلي 260 هنا هنا 260 ولكن لو شوف هنا شقدان يخلي 250 فأرقام متناقضة لازم تركز نانش قيد 260 هذين الإعدادات صدقني بالله أسبوع كامل بين المخططات وبين هالإعدادات أجرب إعدادات على نمود أنه أضبطه حتى عندي معلومات أخذتها من الموقع جبته خليته بهاي الإعدادات اللي موجودة اللي تعرفت عليه عرفتكم بي يعني الإعدادات اللي جبتها من الموقع والإعدادات اللي جربتها أنا سويتها قدامكم فقط دخل أسوي مقطع فيديو على نمود الشباب يستفادون من عنده وبالمستقبل الجاي أنا أكد عليه بالمستقبل الجاي يعني من حرفة هذا المقطع فيديو أي مقطع فيديو يجي خاصة الريمبو لازم تكون عندك هاي الإعدادات على استواء أنه تكون باللزين والاستواء أنه تكون باللغ اللعبة طبعا هنا هاي صفحة الثانية ما تفعل أي شيء من عندها هاي إن شاء الله التحديثات الجاية أشرح لكم بس اللي نحتاج إحنا اللي هي هاي إعدادات فرت الكاميرا واللي هي هاي إعدادات الثانية اللي هي ضغطة الإلتوب فرت الكاميرا بين اليمين واليسار والفوق والجوه مثل ما يشوفون يا شباب هاي الإعدادات خاصة بالرينبو ما عدنا بعد بس شرحت على هذا الهيب وهاي صفحة الثانية اللي هي خاصة بالإلتوب طبعا بعد ما عندي شيء بالليل لازم ولا عندي شيء بالإعدادات اللعبة هاي إعدادات اللعبة شرحت لكم إياها وهاي إعدادات الزيم ايبكس شرحت لكم إياها بالتفصيل لهنا نوصل نهاية هذا المقطع الفيديو نشوفكم على خير ونشوفكم على شارع جديد إن شاء الله وعندي مقاطع ويعني مقاطع عندي مقطع فيديو رح يكون خاص بثلس سكريبتات خاصة بالرينبو سيكس على ثلاث شخصيات يعني ثلاث سكريبتات رح تكون داشرة عليها إن شاء الله أرفع هذا الفيديو وورا إن شاء الله رح أرفع لكم هذاك الفيديو بثلس سكريبتات مجانية رح تحصلون عليها يلا يا شباب نشوفكم على خير ونشوفكم بسكريبت جديد إن شاء الله أو شرح ثيما الله